السلام عليكم من القصص الجميلة كان في واحد تزوج طبعا الرجل هذا تزوج بعدما الناس بدأوا يتكلمون عليه ورق ما تزوج أنت بك عيب أنت كذا كذا فكلام الناس يجرح شوي فتقدم الوحدة وخطبها وتزوجها طبعا اللي تزوجها بكر لكن الرجال كان عنده عيبه اللي هو يعني ما عنده هكالقوة اللي يخليه أنه يتزوج يعني يتزوج الآن الحقيقة الزوجة يعني أصبرت عليه كم سنة يعني ممكننا أربع سنين ثلاث سنين خمس سنين والرجال ما فيها يعني نظره للزوجة بلا أشياء اللي تحتاجة يعني طبعا الزوجة كان صابرة لأن الرجال فيه مميزات هذا اللي خلتها يعني تصبر عليه فالميزات شوي هي اللي يعني ريحت نفسيته عن الموضوع الكبير اللي كانت تحتاجه فكان الرجل رعيدين واخلاق وكريم يعني معه فهذا اللي خلها تصبر المدة هذه تقولها غادي يروح عالجي عالجي إن شاء الله بدون ما أجرحه بدون ما أقول له يعني يفهمها من نفسه إن الزواج يبي حقوق وكذا لكن تشوف إن الرجال ما في فائدة يعني لا راح يتعالج ولا شيء فجأت البنت واشتكت لأمها قالت له الوضع كذا وكذا 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 لي حين كم سنة وحنا على هالوضع قالت بأمها ليش ابنيتي ما علمتي من أول قبل بعد شهر شهرين تات شهر علمتين شون صبرت المدة هذه وعشتها المدة هذه وأنت بهذه الحالة يعني قالت والله أنا صابر على أنه رجان طيب ورعيدين وكريم وكذا واخلاق هذا الخلاني أصبر واني أكتمل السر بيني بيني لكني مليت بعد الفترة هذه مليت يعني وعمري يمشي فجأت لهم وبلغت الأب بالشيء هذا وقالت له كذا فالأبو طبعا حزن على بنته خلال الفترة هذه كلها الطويلة يعني ما تهنت حقوق الزواج فراح للزوج وقاله ووضع كذا وكذا 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 أنا بيك تطلق البنت ونعطيك حقك يعني فرفض طبعا الزوجين لطلق البنت فخائفي من الفضيحة يعني فضيحة ما صدق الله أنه مسك بها البنت عشان الناس كانوا يعيرون وولا ما تزوج أنت بك عيب أنت بك كذا كذا فمسك البنت عشان يسكر حلوق الناس عن التعيير الأول كان يعيرونه فقال لو طلق تابع أرجع برضو للكلام اللي كانوا يجرحون الناس فيه فرفض أرسلوا لواسطات وقارب وكذا يحاولوا يقنعونه ما في فائدة الرجال يعني الرجال ما في فائدة ما حاولوا أهله أنهم ما يجرحونه أو يشتكونه وكذا يحبوا أنهم يخلصون الموضوع بإحسان ولا أنهم يشتكونه وكذا وكذا فهم شافوا الباب أنه مسكوك مرة ما بفائدة ما لهم اللي يقدمونه على الشرع قدموا على القاضي قالوا له الوضع كذا وكذا 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 طبعا القاضي قال حضروا لي الزوج والزوجة فلما حضرت الزوجة طبعا عنده قال وش رايت أنت بالرجاء وش اللي صاير بينك وبينه طبعا الزوجة يعني ما شاء الله شاعره اجابت الموضوع اللي بينه وبين زوجة عن طريقة شعر للقاضي ما يش فيه من الزوج ونقصة حق الزوجة بهذا الشعر للقاضي قالت له وش تقول برجال ان شرع له معاميل ذا له ثمان سنين ما دق فيها أما يسوي بها أسوات الرجاجيل ولا يخليها لمن يعتني فيها طبعا القاضي فهم معنى الكلام هذا والبيتين عرف معناه وعرف ان الزوجة تعاني من زوجة يعني بقلة ويؤدي حقه للزوجة فقال يطلقها فبعد أمر القاضي ان يطلقها الرجال طبعا لازم ينصاع أمر القضاء هو النهاي يعني الحل النهاي فوافق ان يطلقها على حزن وانه يعني ما كان يتمنى الشيء هذا انه يحصل بينهم فبعد ما طلقها شكرا حي أبوها وقارب البنت شكرا الزوج على كرم ويعني طيبته وهذا انه طلق البنت بدون اي مشاكل وبدون اي كذا تزوجت على البنت ما شاء الله وجابت ذرية وعوضت السلينة اللي كانت مع الزوج هذا فسبحان الله يعني الدنيا يعني يوم لك ويوم عليك نقول الله وفقه ويرزق الذرية الصالحة تحياتي وشكرا